كل أزمة ولها جانب آخر اسمه منحة يعني دايما فيه دايما يقول لك كل محنة لها جانب ليتمثل في منحة ولو قعدنا طول الوقت نتخيل أن فيه مشكلة بلا حل يبقى مع عمره ما دينها تتحل ثانيا النهاردة لما بيجي وزير بيمسك وزارة هو جاي عشان يحل المشكلات ولو مش قادر يحل المشكلات يبقى جاي ليه أصلا فهي المفترض أن أي وزير وأي واحد جاي في أي موقع جاي يواجه هذه المشكلات ويجد حلول حلول بقى تقليدية حلول غير تقليدية مش عايز يقول بقى الصندوق وخريك الصندوق لأن كلام ده حتى أصلا ما بيحبوش تعبيرات المستهلاكة لا حاجة أنك تؤدي دورك لكن تؤدي دورك بنجاح وكفاءة وتبقى قادر على مواجهة المشكلات حتى مشكلات سياحة أيه ولا حلول يعني النهاردة مثلا سوء أفعل علينا طيب إيه البدايل نقعد نستنى السوء اللي أفعل علينا ده ولا نفتح بدايل في أسواق أخرى مهمة وبديلة لازم أتحرك على فتح أسواق أخرى بديلة عندي مثلا مشكلة في الاستراد والتصدير والفجوة ما بين الاستراد والتصدير هي الأزمة الاقتصادية نتج عن إيه الأزمة الاقتصادية لما جات حكاية الأزمة الروسية الأوكرانية بعد أزمة كورونا وارتفعت فاتورة الاستراد بشكل كبير جدا بشكل جير متوقع لأن انت جت ما كانش في حد في العالم يعتقد أن فيه مصبتين هيحصلوا كبار جدا في أي دولة في العالم لا حد كان بيتوقع كورونا ولا كان حد بيتوقع الأزمة الروسية الأوكرانية ترجمة نانسي قنقر